يمثل الاهتمام الملكي السامي بلقاء أصحاب الإنجازات الوطنية الرفيعة وتكريمهم نظير جهودهم المتواصلة في سبيل رفعة وتقدم مملكة البحرين في كافة المحافل الوطنية والدولية يمثل حجر الأساس لبناء مجتمع متماسك يعتز بهويته الوطنية يمثل اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم بتكريم المبدعين وأصحاب الإنجازات الوطنية ودعمه المتواصل لبرنامج العقوبات البديلة رؤية ثاقبة لبناء مجتمع مزدهر قائم على التقدير والإصلاح فهذه خطوة غير مسبوقة الحقيقة بالنسبة إلى البحرين وبالنسبة إلى كثير من الدول المجاورة وحتى البعيدة عنها والحقيقة هذه لمسة إنسانية كريمة من القيادة الحكيمة تجاه مواطنيها بحيث يعاد تأهيل من ظل عن الطريق وإعادته إلى طريق الصواب عن طريق التدريب وعن طريق التربية وعن طريق دمجة في المجتمع مرة أخرى ليكون إن شاء الله مواطناً صالحاً يخدم مليكه ويخدم وطنه ويخدم مواطنيه فأحنا سعداء بهذه اللقاءات ودائماً نسعد لما نلتقي بجلالة الملك الذي يبوح بكل ما عنده لأبناء شعبه والحمد لله منذ أن تسلم جلالته مقاليد الحكم والإصلاح يسير على قدم وساق من خطوة إلى خطوة ومن مشروع إلى آخر وهذا ديداً صاحب الجلالة هذا يعكس مدى الاهتمام بالمجتمع بالهوية البحرينية اهتمام جلالة الملك اهتمام ولي عهده وحكومة الرشيدة بهذه الفئة التي يجب أن تأخذ دورها في المساهمة في بناء وطنها إن هذا الاهتمام الملكي السامي يشكل حجر الأساس لبناء مجتمع متماسك كما يعزز الإبداع والابتكار ويؤمن بمنح الفرص الثانية ويعادة الإدماج في المجتمع حقيقة هذه النظام العقوبات البديلة نظام حقيقة عالمي ويشار إليه بالبناء لمملكة البحرين بحكم أن هذه البرنامج يعني أفاد الكثير من الناس وخفف بعض الأعباء على جميع فئات المجتمع وهذه حقيقة النظام العقوبات البديلة له دور إيجابي في المجتمع بالنسبة للتعليم والصحة وقيرها من الأمور مشروع جلالة الملك والتنسيق مع وزارة الداخلية حول مشروع العقوبات البديلة هو مشروع يطرح للسماحة والعدالة وتجاوب المجتمع وتجانسهم بعضهم بعض وهذه مما يعكس على حب الوطن تكريم مبعادة قريبة على سيدي حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وهو يعني دائما يحرص على تكريم المواطنين المجدين والمجتهدين وأصحاب الأفكار الطيبة والغيمة وأصحاب التأليف وأصحاب المهن الجيدة فهذه الشيء مبغربة على جلالة الملك وإحنا طبعا سعدنا اليوم بتواجدنا في المكان الطيب وبلقائنا معاكم على أساس أننا نعبر عن مشاعرنا بهذه المناسبة كما إن للعاملين في نظام العقوبات البديلة دور محوري وفائل في تحقيق الأهداف الإنسانية للنظام من خلال متابعة الحالات وتقديم الدعم اللازم للمستفيدين لذلك جاء تكريمهم من قبل جلالة الملك المعظم دعما لمجتمع قائم على الابتكار والعدالة والإنسانية في البداية نرفع أسماء آيات الولاء والشكر والأمتنان لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة آهل بلاد المعظم الله يطبو العمره وهذا التكريم ما هو اللي يعكس حرصه الله يطبو العمره في ما يتعلق بالمشروع الإصلاحي وخصوصا مشروع العقوبات البديلة والسجول المفتوحة ولله الحمد يعني شفنا النتائج وشفنا الإنجازات اللي حققها هذا المشروع على المستوى العالمي ولله الحمد هذه طبعا خطوة متميزة وأيضا هذا المشروع مشروع متميز حقق إنجازات على المستوى العالمي ولله الحمد طبعا فضل من الله سبحانه وتعالى أصبحت مملكة البحرين بعهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آهل خليفة ملك البلاد المعظم نموذج راسخ في مجال حقوق الإنسان من خلال المشاريع والمبادرات اللي تم أطلاقها ومنها برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة هذه تقدير جدا كبير حق ضباط العقوبات البديلة وتقدير جدا كبير حق وزارة الداخلية تحديدا اليوم أقدر أقول أن المملكة البحرين عندها التطبيق الأول على مستوى الوطن العربي لبرنامج السجون المفتوحة وبرامج العقوبات البديلة المختلفة وعندنا ما يقارب ثمانتالاف مستفيد من العقوبات البديلة كلهم الآن مستقرين في المجتمع عندهم حياة مستقرة تمنعهم أيضا من ارتكاب الجرائم في المستقبل يعتبر برنامج العقوبات البديلة خطوة جريئة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية فهو يسعى إلى إعادة تأهيل المحكمين إلى المجتمع مما يعزز من استقرار المجتمع ويمنح مملكة البحرين مكانة مميزة على صعيد حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الإصلاحية إن تكريم القائمين على نظام العقوبات البديلة يأتي تتويجا لجهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية لسنوات طويلة أتاحت للنزل والمحكمين الفرصة لتصحيح أخطائهم والعودة للانخراط في المجتمع عبدالله الحسيني لمركز الأخبار تلفزيوني